بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الأجهزة اللي فاصلة باور الجهاز اللي يسحب معانا ثمانين تسعين مية مية وعشرين ويرجع صفر مع عدم ظهور الأبلوغو طبعا هذا الجهاز مثل ما نعرف يعطينا بوتبانيك على الايري بير او كابل الدي سي اس دي وإحنا في الدورة واحد من الشباب جايب معه جهاز ايفون هداعش نفس السحبة استخدمت عدة برامج لكن ولا برنامج طبعا هذا العطل نعرف احنا مشاكلها تكون واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يعني بس احنا نحتاج نحدد مكان العطل فين استخدمت عدة ادوات واستخدمت بوكسات وبرامج لكن ولا برنامج اعطاني السبب استعنت في احد البرامج اسمي البرنامج نستيم صاحب البرنامج او المصمم البرنامج من لبنان نورس وليه الشرف طبعا الي انا اطلع اتكلم عن البرنامج واشرح عنه على العطل اللي معي البرنامج يقرأ RFFE طبعا انا ممكن اكون متأخر عن البرنامج او عن شرح البرنامج لكن اعجبني صراحة وحبيت اتكلم عنه سعر البرنامج خمسة و ثلاثين دولار وبإمكانك تشتري عندي في المتجر حترك رابط المتجر في اسفل الفيديو يفحص RFFE يفحص I2C ويفحص RFFE و I2C وريستارت للجهاز ويفحص ايضا بنك هنشوف البرنامج الان مع بعض كل الخصائص اللي تسبب عملية الريستارت او البنك اللي يظهر عندي بنيك اللي يظهر عندي في عملية تسلسل الاقلاع جهاز iPhone 11 طبعا أنا بإمكاني أستخدم كابل DCSD بإمكاني أستخدم كابل DCSD وحنجربه الآن وبإمكاني أستخدم بوكس في كل الحالتين العملية حتنجح معاي مضبط طبعا سحبة الجهاز خلينا بس نشوف سحبة الجهاز مع بعض علشان نكون عارفين انه هاي الأعطال من ايش مسببها افتح الكاميرا هذا هو الجهاز يسحب معاي 106 107 يفضل على هالحالة هاي 90 180 يرجع صفر يرجع يأقلع على هالسحبة هاي يسحب ويرجع صفر يسحب ويرجع صفر طيب أنا حشوف على البرنامج هاوصل الجهاز على البرنامج باور سي بلاي طافي احطوط 4.2 يعني بل سماش اغنى الجهاز اشغل اشوف عندي لازم يطلع تسلسل الاقلاع على البرنامج طبعا لازم كابل DCSD او مبرمجة الايريبير الجي سي ما حتشتغل معي هذا ها شوف ظهر عندي انا رسالة مكتوب عليها انا فصلت الكابل فصلت الكابل من الجوال مكتوب عندي رسالة اي بوت بانيك 2 4 5 هاي الرسالة اللي ظهرت عندي اي بوت بانيك 2 4 5 طيب هعيد نفس الخطوات طبعا هسكر البرنامج وافتح برنامج الان اس تيم هشوف البرنامج اه الايبوت والبنك لوج انالايزر. انا هذا اللي احتاجه. هفتح. تمام? لا مو هذا. افوا. الايبوت. تمام? انا معطيني كوم ثلاثة وكم هداعش. رح افصل الاي ري بير. تمام? واعمل ري سكان. اشوف مين الكم اللي اختفى عندي. كوم هداعش. فاذا الكم اللي حنوصل عليه هو كوم هداعش. نعمل ري سكان. ونوصل على الكم هداعش. ونعمل ستارت. الان البرنامج اتصل على المبرمجة. واوصل الجهاز على الاي ري بير. وانتظر. الا ما تظهر عندي الرسالة فين? المسبب يعني. طبعا انا مثل ما ذكرت استخدمت اكثر من اداة. استخدمت اكثر من برنامج. لكن ما وصلت للحل فين? والجهاز كان لأحد من الشباب في الدورة. وطربت منه انه يترك الجهاز علشان اصور عليه فيديو. والجهاز مفصولة البوردة تاني. وطول معي. تمام هذا اه اعطاني يعني الاسباب اللي عام لهذا المشكلة هو ناند واي بروم وسوفت وير. فورس دي افيو اند سوفت. دخل الجهاز فورس دي افيو وعمله سوفت. ريبول اي بروم ان تشك دايود. اعمل ريبولنج للاي بروم وافحص ممانعات. ريبول ناند وريبليس ناند. هاي الخطوات اللي تم تشخيصه في هذا الجهاز. بدون ما اروح انا اشتغل ولا اي ولا على اي شي في الجهاز. مجرد ما انه الجهاز يسحب معي سحبة ويرجع صفر. فاذا هذا مشكلته. طبعا ما عندي. خلنا نفترض انا شخص ما عندي كابل. الدي سي اس دي. اه ما عندي الاي ريبير. حفصوا الاي ريبير. تمام? واجيب كابل الدي سي اس دي. هرجع افوت على الاي بوت. واشوف مين من الكم موجود. اعمل ريس كان. اشوف كم ثلاثة بس. رح اوصل كابل الدي سي اس دي. واشوف كابل الكابل الجديد اللي حينضم معي. وصل كابل الدي سي اس دي. واشوف الكابل الجديد. ريس كان. اعطاني كوم خمسة. تمام? هعمل ستارت. واوصل الجهاز. اوصل كابل الدي سي اس دي على الجهاز. وانتظر الى ما يقرأ عندي سبب الريستارت. يعني كابل الدي سي اس دي هيمشي معاي. يمكن سعره عشر دولار. او كابل اه مبرمجة الاي ريبير. هتظهر عندي الرسالة المسببات اللي شفناها من شوي. طبعا هذا ها نفس الرسالة. القطأ اثنين اربعة خمسة. هذا بالنسبة للجهاز اللي يعمل بوت بنك. طيب انا عندي جهاز يعمل ريستارت. انا عندي جهاز يعمل ريستارت مثلا. اه اه هذا هو. بنك لوغ انالايزر. طبعا لحتى ناخد عملية اخذ نسخة نسخة من مسبب الريستارت. هنروح نفتح. الثريو تولز. يعني خلينا نجيب جهاز ونرجع في هذا الكلام. طبعا لحتى ناخد سبب ريستارت. مثلا انا عندي هذا جهاز ايفون 13 برو ماكس. هضغط على سبب ريستارت. هضغط على فيو كود كراش او فيو كود اه فيو كود ايش نحظة شوي. فيو كراش كود. هضغط على فيو كراش كود. تمام? واعمل كنترول اي في الكيبورد. اضغط كنترول اي. هيعمل تحديد للكل. واكبس في الكيبورد كمان كنترول سي. يعني نسخ. او ادوس على كلمة الكوبي. هسكر الى ثريو تولز. واروح على البرنامج. واختار البنيك لوغ انلايزر. واعمل كنترول في. لصق لا اللي انا نسخته من الثريو تولز. هعمل ستارت. هيظهر عندي مشكلة في البطارية او بطارية كونكتر كونكتر البطارية او اي تو سي اس ام سي. وطبعا الجهاز سبب ريستارت. وكان بالاساس انه مركب على باور سفلاي. فبها الحالة هاي. طبعا الجهاز مع طبعا. طبعا البرنامج مع بوكس ارفي في لعملية الفحص. انا اعلنت عن البرنامج. ممكن تستفاد في موضوع اه البنيك لوغ انلايزر اللي هو سبب الريستارت او البنيك لوغ اللي هو اللي هو اللي يظهر اثناء تسلسل الاقلاء. البرنامج سعره تقريبا ثلاثين خمسة وثلاثين دولار لايف تايم على كمبيوتر واحد. اه 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 رابط البرنامج. البرنامج نفسه هيكون عندي على المتجر. وتحياتي للجميع. وشكرا الاخ نورس على تفعيل البرنامج. وسمح لي باني انا اصور الفيديو عنه. تحياتي للجميع. نفوقكم مسهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.